امبارح يمكن انا شرفت ان انا كنت متواجد في افتتاح كأس العالم وفي مباريات كثيرة كنت دايما حريص ان انا احضر المباريات العربية وشاهدت بنفسي فوز المنتخب السعودي والمملكة العربية السعودية على الارجنتين وكان مباراة تاريخية وايضا كنت متواجد في مباراة الافتتاح امام المنتخب الكرواتي والاستطاع في المنتخب المغربي انه يتعادل بدون اهداف ثم ايضا كنت متواجد في يوم تاريخي ووفوز المنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي بطبعا هدفين للا شيء وهو التاني اقوى منتخب على مستوى العالم امبارح قررت ان انا اشتري فانيلة المغرب صراحة ما لقيتش فانيلة المغرب الجديدة او بالشكل جديد لقيت فانيلة المغرب القديمة ولكن اهم حاجة انه عليها شعار المغرب قررت ان انا البس الفانيلة وتصور بيها واتمنى التوفيق بكرة للمنتخب المغربي كلام ده كان مبارح اتمنى التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق والطبيعي والمنطقي ان النسبة الاكبر هي فوز منتخب اسبانيا يعني الطبيعي ان اي حد بيشجع المنتخب المغربي هيقولك يعني عندنا امل اه بس المنتخب الاسباني ده بطل العالم اشرين عشرة ده من المنتخبات الكبيرة ده بطل الامم اوروبا ده عنده ريال مادريد وبرشلونة واتلتكو مادريد ده عنده لعيبة محترفة في كل حتة في العالم ده عنده لعيبة على مستوى عالمي وعنده لويس انريكي وعنده 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 فطبيعي ومنطقي ان مش سهل ان انت تتأهل على حساب المنتخب الاسباني واللي افتتح النتيجة بفوز تاريخي على كوستاريكا 7-0 يعني ثم تعادل مع المنتخب الالماني ثم يعني في النهاية ثم فاز ثم في النهاية استطاع انه يصعد كماركس تاني في مجموعته لكن النهاردة وليدي الركراجي عمل خطة بيلعب بيها من بداية الموسم او من بداية البطولة وهي اللعب بتأفيل المساحات واللعب على هجمات المرتدة ويعني عدم قدرة الفريق المنافس انه يصنع فرص كتيرة امام مرمى المنتخب المغربي وده اللي خلى المنتخب المغربي اقوى خط تفاع في البطولة حتى الان المنتخب المغربي لم يتلقى اي هدف في مرمى الا هدف وحيد وكان بنيران صديقة يعني هدف بارجل الفريق المغربي في مطش كندا لكن في مطش كرواتيا بدون اهداف في مطش البلجيكا بدون اهداف وفي مطش اسبانيا بدون اهداف حتى في ضربات الجزاء ولا ضرب الجزاء دخلت يعني حتى ياسين بونو استطاع انه يعمل انجاز تاريخي مبارح وانا بنزل صورة المنتخب المغربي او تي شيرت المنتخب المغربي وانا لابسه طبعا انا دايما متعود قلبس تي شيرت نادي الزمالك على مستوى الاندية والبس تي شيرت منتخب مصر بلدي اللي كنت اتمنى انها تكون متواجدة في كاس العالم لكن وانا لابس تي شيرت مبارح وانا حتى بحلل المباراة النهاردة في الراديو في انسبورت اف ام كنت احس ان بلدي هي اللي بتلعب يعني كنت احساسي بجد والله ان بلدي هي اللي بتلعب احنا هنا المغرب بالنسبانا واي بلد عربي هي بلد شقيق في بعض الاحيان بنختلف على فكرة في حاجات كتيرة لكن بنجتمع على حاجة واحدة ان احنا كلنا في وقت اللزوم بنلاقي بعض وفي وقت الشدة بنكون في ظهر بعض والحب بيبان بجد في الاوقات دي النهاردة مصر كلها بتشجع المغرب من كل قلبها مصر كلها شعب وحكومة ورئيس بيشجعوا من قلبهم مصر والله بيشجعوا مصر من قلبهم بيشجعوا المغرب وهتلاقوا ده على السوشيال ميديا منتشر في كل حاجة في حتى تعبيرات طبيعية وقت ضربات الجزاء فرحة هستيرية للشعب المصري بتأهل المغرب لدور التمانية وأنا بقول لكم إن المغرب فتح باب مهم جدا وكأس العالم في قطر فتح أبواب مهمة جدا للوطن العربي النهاردة نبتدي ب دولة قطر واللي أصبحت علاقتنا طيبة جدا جدا معاهم حتى على مستوى الرؤساء أو الحكومات أو على مستوى الشعوب النهاردة قطر بتفرد عدتها وتقاليدها ودينها الإسلامي على وعدتها وتقاليدها على المجتمعات الأوروبية النهاردة انت جاي بلد عربي له عدات وتقاليد ودين لابد أن يحترم وبالتالي بنشوف إن غصبا عنك مش هتدعم أشياء ضد الطبيعة البشرية النهاردة عمرنا ما شفنا ناس سكارة حوالين الاستاد بيسكروا ويشربوا ويتحرشوا ويضربوا الناس ويتخنقوا ويعملوا لا شفنا استاد وجماهير كله جنب بعض الجماهير كلها بتتقابل برة كلهم العلاقة طيبة جدا بنشوف الناس بتجتمع في الفان زون المكان اللي بيجتمع فيه كل المشجعين في العالم هزار وضحك وكسرنا ميسي النهاردة وبعد كده يردوا عليهم الأرجنتينيين على السعوديين والمغربة والتوانسة والقطريين أنه حتى المصريين الكل بيحب كرة القدم والكل بيجتمع على حب كرة القدم والناس احترمت الدولة القطرية وعادتها وتقالتها زي ما احنا يا جماعة بنروح في أوروبا وبنبقى قلقانين من البوليس هناك أو قلقانين من إن احنا نعمل خطأ ضد قانون البلد أو لابد الناس أيضا تحترم المكان اللي جاية تلعب فيه كرة وده اللي حصل وتنظيم على أعلى مستوى تنظيم مشرف بما يعني بمعنى الكلمة تنظيم مشرف أنا شفت ده بعنايا حاجة محترمة النهاردة قطر كمان بتقفل حاجات كنا شعارات دايما بنرددها إن كاس العالم ما يفعش تلاقى في غير في الصيف بعد نهاية الموسم لا دلوقتي بتلاقى في شهر 11 ومكسر الدنيا وعالمي طيب كان يقولك لازم كاس العالم يتلعب في دولة مساحتها كبيرة جدا ويكون الاستادات كل استاد على بعد 200 و1000 كيلو و1000 كيلو زي روسيا وزي أمريكا وزي حتت كتيرة جدا لا دلوقتي الاستادات كلها كلها يعني الاستادات كلها في محور 100 كيلو كلها كل استادات وده إيه إيه ده فرصة لمشاجعين يتفرجوا على ماتش الساعة اه 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 اتناشر الظهر ويتفرجوا على ماتش الساعة سبعة او يتفرجوا على ماتش الساعة اربعة او تلاتة اربعة العصر او يتفرجوا على ماتش الساعة عشرة او تسعة على فكرة فرق فرق الساعات بس هناك عشان قطر زيادة عندنا ساعة فانا يعني قطر بيبقى الماتشس عندنا تسعة بيبقى عندهم عشرة بيبقى عندنا اتناشرة بيبقى عندهم واحدة بيبقى عندنا تلاتة بيبقى عندهم اربعة فانا بقول لكم يعني وده ادى فرصة كبيرة جدا للنهاردة حتى على مستوى السياسي شفنا رؤساء حتى لو كان في خلافات سابقة وكده بيسلموا على بعض وبيكتموا على بعض والكورة جمعتنا كلنا